أكد رئيس الزراء اليمني معين عبد الملك أنه وجه بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن الناس من أي فوضى بحزم في عدن وأشار خلال ترأسه اللجنة الأمنية والعسكرية في مأرب إلى أن عودة الدولة إلى عدن انتصار لجميع أبناء الشعب اليمني وشدد على رفض أي بناء عسكري أو أمني خارج مؤسسات الدولة مضيفا أن ما حدث في عدن وأبين وشبه يفسح المجال للجماعات الإرهابية للتمدد وأكد رئيس الوزراء اليمني على أن الوطن يتسع للجميع في ظل الاستقرار والحوار تحت سيادة الدولة